اشتركوا في القناة الى بلد من البلدان الاسلامية ويستقر فيه لكنه عدل عن رغبته هذه وفضل البقاء في المانيا كي يبلغ للناس ما تعلمه اسلم على يديه حتى الان ثلاثة الاف شخص والصورة تغني عن الف كلمة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله ورسوله اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات في فقرة ضيف المفكرة نلتقي هنا رجلا كانت له شهرة في المجال الرياضي بحث عن الحق حتى وجده سنطلعكم على بعض سيرته التي ربما تغطي شيئا واسعا من تساؤلاتكم شيخنا وضيفنا هو الشيخ صلاح الدين بيقول بيفوقل حيك الله شيخ عزاك الله حيك الله حيك الله كانت لك شهرة في مجالك الرياضي في الملاكمة ثم بحثت عن الحق كيف دخلت الى هذا العالم الجميل العالم الاسلامي يعني انا رأيت الناس يعني انا كنت في المتخب الوطني في المانيا للملاكمة وانا رأيت الناس عندهم يعني نجح كبير مثلا في الرياضة في الملاكمة مثلا باقي العالم سوين اوتكو وكان دائما معي الزميلي في التمرين ولكن ورأيت الناس يعني هم يعني ناس في المانيا وفي اوروبا ما ممكن الان مع الاسف شديد في بعض البلدان العربية يظنون ان السعادة تاتي بالفواحش وبالنقوط وبالسيارات والبيوت وانا رأيت هؤلاء الناس ليس عندهم اي سعادة بل الاقص يعني يعيشون معيشة ضنقة ولذلك بحثت عن الحق رغم انهم يحصلون على كل الملذات التي يريدونها ماذا رغم انهم يحصلون على كل الملذات التي يريدونها صح ولكن الايش يعني الطيب هذا يعتي فقط من عند الله الله يقول هذا في القرآن من عمل السالة من ذكرنا وانثبه مؤمن فلنوحيا نوحيا طيبة وهذا شاهدت والان يعني بالنفس في الاسلام ولكن انا اراتي ان اعرف ما لا يحدث بعد الموت ما لا يوجد لاني فقدت الامان بنصرانية انما كنت 14 سنة ناقشت مواهد من القساوسة وهو يعني احترف لاني وجدته هناك تناقدا وسألته عن ذلك وهو احترف بان الكتاب المقدس هناك اشياء منحرفة اذا كنت لنفسي كيف اؤمن بكتاب وفي هذا الكتاب هذا الشيخ كان عمرك 14 سنة 14 سنة كانت لديك هذه التساؤلات التشكيكية 14 سنة ناوة رأيت هذا واذا اتركت هذا الدين لاني كنت اذا كان العمر هكذا ممكن واحد يمسك القلمة ويكتب كل شيء من اندي نفسه اذا كيف اؤمن بهذا الكتاب ايمانا جازما اذا بعد ذلك يعني ما فقط واذا هدت تسأل القسيس ماذا كان رده هو اعترف بان هذه الاشياء يعني هرفت بذلك اعترف بتحريك قسيس يعني يعترف بان هذه الاشياء هرفت سبحان الله اوجد عندك صدمة يعني كنت جازما بعد ذلك ان هذا الدين ليس لي وان هناك اشياء يعني سعبة جدا لا احد يفهمها مثل التثليث كيف ايسا مثلا اذا الان في الانجيل الاربع انت تجد ايسا هو يسلي في الانجيل متى باب 26 آيات 39 هو يسلي لمن لنفسه لا هو يسلي ويقول يا الله وكذا اذا علينا ان نعبد من عبد ايسا صح ولكن بعد ذلك انما وجدت هذه التناقضات تعمقت في الدنيا ذات وانا اؤمن بنفسي ملاكة ما اريد ان اقرأ بطل العالم ولكن بعد فترة يعني قلت يعني هل انتقلت من الدين النصراني الى الالحاد او الى الى الادينية كان عندي كان دنعم وكان عندي يعني شك هل هناك خالق لان يعني لو كان هناك خالق لابد من الاتصال هو خلقنا يعني بهذا الوعي نحن نسأل نحن نسأل انفسنا من اين جئنا وما الغاية في حياتنا وماذا يحدث بعد الموت ولا بد من الاتصال ولكن اذا كان هذا الكتاب منحرف لا يوجب عن هذه التساؤلات لذلك بدأت أن أبحث عن الحق قرأت عن البذية البذية في ألمانيا أم يقولون تشوف الضلع لها ما يتبسم دائما هكذا وما خطر ببالي أن أكره عن الإسلام الإسلام أنت ترى دائما يرحاب والنساء ويشوشون صورة الإسلام وبعلى أسف شديد المسلمون الذين يعيشون في ألمانيا أغلبيتهم لا يتبقون الدين جريدا سنأتي إلى وضع المسلمين في ألمانيا وهل هم مقصرون أم لا لكن تابع قصتك ثم كيف تعرفتي على الإسلام مع أنك كنت ترفض فكرة الدين عرفت بعض المسلمين وكما قلت لك قرأت عن أديان مختلفة وفي يوم من الأيام التقيت بوهد من المسمى مبشرين يعني في الواقع مفسدين منسرين وهو في هسب نصراني في ألمانيا ليس الهسب نصراني الكبير هسب نصراني الصغير في ألمانيا وسألته ما أهدافكم في حسبكم قال نحن نريد أن نتدمر الإسلام في ألمانيا وأنا ناقشت ما هو لأن كان عندي تسامح لماذا تفعل ولكن بعد هذه المناقشة أعراتهم أعرف ما هو الإسلام لماذا هو يعادونه بهذه الطريقة نعم لأن أعراتهم أعرف ما هو الإسلام يريدون أن يدفعوا نور الله بأفوه والله متموا نوري ولو كار الكافرون وإنما رجعت من هذا اللقاء إلى بيتي كان عند أختي وهي لم تكن مسلمة القرآن يعني ليس القرآن ولكن ترهمة لمعاني القرآن باللغة ألمانية وأنا كنت ما شاء الله ما كنت ما شاء الله طيب الآدد أكرره هذا الكتاب وقراته من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وسبحان الله يعني هذا الكتاب أمسقني لأن من له فترة ويقرأ هذا الكتاب ويجد أن لا يوجد كتاب على وجه الأرض يوسف فيه الله كما يوسف الله في قرآن يعني بصفات كمال وجل مثلا الآن في المسمى الكتاب المقدس نجد في جنسس هذا أظن باللغة عربية سفر التقوين باب إثنين وثلاثين تجدوا أن الله سرع مع يعقوب ومعزم يعني انتصر يعقوب على الله أعوذ بالله أعوذ بالله وماذا نجد في القرآن فويلوا للذين يكتبوا فماذا نجد في القرآن أن الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح من مريم كل فمئ يملك من الله شيئا إن أراد يحرك المسيح من مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إذن هذا فرق كبير وهذا أمسكني أمسكن الفترة وهذا الكتاب أجاب على الأسئلة لماذا نأخلكنا وماذا يحدث بعد الموت وماذا يعني ما الغاية في حياتنا لماذا يوجد الشر والخير يعني 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 أجاب عن جميع السؤالات نعم وقضى على منطقة الشك في دمك نعم نعم الحمد لله وليكن بعد ذلك كيف اتجهت إلى الإسلام شيخ؟ نعم أنا ما دخلت الإسلام مباشرة لأني كنت في شك وجدت تناقض ما زلت مترددني كنت الشيطان ما أرادني في الإسلام قال انتظر انتظر قليلا إن شاء الله شوف وانا قرأت الكرآن من يتردوا عن الدين هذا هذه جريمة كبيرة لذلك شوف أنا أمنت بهذه الكرآن لذلك كنت إذا ارتدت به ذلك إذن انتظر قليلا ولذلك أنا قرأت مرة أخرى الكتاب المقدس من بداية لنهي قرأة المقارنة بعد ذلك مرة أخرى يعني القديم وآهد الجديد بعد ذلك مرة أخرى القرآن بعد ذلك مرة أخرى للآهد الجديد بس بعد ذلك مرة أخرى القرآن وانا بدأت أن أصلي سليت خمسة مرات في اليوم يعني وهد أمريكي مسلم جاء إلى المانيا هو كان عيد ملاكم اسمه خالد جونس وآت إلى المانيا يعني وآتعني هذه يعني أوراك كيف أن نصلي وأنا تعلمت كل شيء الفاتحة والتحيات وكل شيء كنت أصلاح هذا جيد ولكن لا أدخل الإسلام الآن وصلي طبلا نعم وصليت طبلا وسلم وقالت ممكن أنا أجل بعض تأكتناكدات لذلك أصلاح هذا جيد أنا أقول بلا هذا بالشك للا إله إلا الله هذا كان من ثبوت عندي وسبحان الله بدأت أن أصلي وصلي وخمسة مرات ولكن أنا ما عرفت الأوقات جيدا أرشت ما النقطة التي وقفت عندها وأعلنت إسلامك هذا برا ذلك هذا الصديقي هو تركي هو ذهب هذا خالد ليوم الجمه إلى المسجد وقال لدي تعال معنا تعال معنا وقال لا لا انتظر انتظر وفي يوم من الأيام هو اتسل به قال شوف أنا اليوم لا عصتي عن عاتي أن أذهب مع خالد يونس إلى المسجد إذن أنت من فضلك وصله إلى المسجد وصلته إلى المسجد ودخيت المسجد وصل تحية المسجد أنا سليت أين تحية المسجد فإذا جلست بالتسبيع أنا عرفت هذا واجعل رجل مري وسألني هل أنت المسلم الوحيد في أسرتك أم هل أبويك أي مسلمان وما أسلمت أنا أبويك أي مسلمان وما لك أجل أجل ويضاف في هذا الوقت في هذا الوقت أي شيطان عمد لله يعني فرع ذهب وقلت لا أن المسلم الوحيد في وسط أشهد ولا إلى إلى الله وأشهد أن محمد رسول وحمد وصلاك وعشهد الصلاة الحمد لله الذي هداك لنسى